بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا زي ما تعودنا لأحلى الكلام إلا بذكر المصطفى علي أفضل الصلاة والسلام ناس كتير لما قلنا جماعة في الشتاء لازم كل عشر تيام مبوت فطري يعني عشان ما تحكش على بعض وعشان النبتة تنجح معايا وعشان الزرعة تنجح معايا وعشان أعرف أخد منها حاجة لازم في الشتاء بالذات يا جماعة في الشتاء بالذات لازم كل عشر تيام أو على الأقل كل أسبوعين كل خمشهر يوم لازم راشد مبوت فطري طب المبوت الفطري ده ناس كتير سكنة في المدن مش في قرى يعني مش في مدن زراعية فما فيش يعني المستلزمات الزراعية دي كتير يعني ولا فيه صيدلات زراعية ولا فيه طبع محلات لبقى لأسمد ويبقى صعب يعني إننا نطلبه من على أي موقع إلكترون طب ما فيش أي بديلي عن مسعد ينفع نستخدم به المبيض الفطري وتبقى حاجة مضمونة وحاجة كويسة مش حاجة هبد ولا حاجة أولا طبعا فيه جمع التشرين للبحث العلمية في سوريا عملت فيه بحثة اسمها جينان عثمان عملت رسالة دكتوراه في فوايد الترمس في الزراعة يعني إزاي يستخدم الترمس كمبيض فطري واستخدمه كمان كسماد بيولوجي أو سماد حيولي طبعا الدراسة دي هتلاقيها طبعا منشورة على المجلة بتاعة جمع التشرين تقريبا هي الدراسة دي معمولة من سنة 2009 أنا طبعا مش طول عليكم اللي عاوز يرى الدراسة دي بتفاصيلها هسيب له الرابط بتاع البحث دوت في صندوق الوصف هو والفوايد بتاعة الترمس طيب الترمس ده لما جاستخدمه عم مسعد هل ليه فايدة كمبيض فطري طبعا ليه لإنه بيحتوي على نسبة عالية جدا جدا من النحاس ومعروف طبعا كل المركبات النحاسية معروف طبعا أن هي من أقوى المجدد الفطري وكمان بيعتبر سماد لأنه طبعا بيحتوي على فوسفور بيحتوي طبعا على حديد بيحتوي على مغنيسيوم ونسبة الحديد فيه عالية عشان كده لما تيديه ترشه بيه زرع هتلاقيه يعني بسم الله ما شاء الله في خلال مثلا أربع خمس ايام هتلاقيه خضره تغير لونه تغير طب بالموام يا عم مسعد احنا عاوزين الخلاصة أولا كلنا نحتاجه حوالي 100 جرام ترمس ويا ريتي يبقى ترمس مر لو هترمس البلدي هقوم نجيبهم كده وهم حطاتهم في خلاء اهو وننتحننهم كده بعد ما تحنناه حلو كده اهو يعني مش شرط يعني يبقى ايه ناعم قوي يعني بقدر مستطاع وممكن ندقو بشاكوش وهقولك برضو على طريقة تانية ممكن يعني ايه تبقى اسهالك من دي بس مش هتبقى افضل من دي هقوم جايب بعد كده اي دورة افاضي اي وعاة افاضي وهقوم جايب معلقة كركم اي معلقة كبيرة كركم كده طبعا الكركم ده جماعة فيه طبعا كركمين وطبعا ده برضو مضاد سموم اقوى مضاد سموم طبيعي هو طبعا الكركم ونقوم جايبين معلقة ارفة وطبعا الارفة دي بتعتبر مبيت حشري رهيب يعني من المبيتات الحشرية الطبيعية اهو ونقوم جايبين بقى الترمس اللي هنتحنناه ونقوم حطينه كده طب بعد كده عموسعد هتعمل ايه هنقوم جايبين مية مغرية حوالي لتر كده اهو حلوة او كده عاصم ايهو ونقوم نسيبه يغلي طبعا نستنى شوية بقى وارجع لحضراتكو بقى لما يغلي طبعا غلي اهو بقى جماعة دلت اهو ونقوم حطينه بقى على الحاجة اللي يعني عطيناها دي وبعد كده نقوم مقلبينه حلو كده بس ونركنه بقى طبعا بعد ما حطينا بقى في المية هقوم مغطيه غطي حلو كده ونقوم حطينه كده هركينه 24 ساعة طب بقى بقى 24 ساعة طبعا ده بقى نعمله من مبارح هقوم جايبه كده اهو وهقوم جايبه الرشاشة الحلوة اهو كده واي ام اي ام حلو كده على قده وبعد كده يا ريت بقى لازم يا جماعة اي شاشة اي طرحة عشان طبعا المسام بتاعت البخاخة بتاعتي او الرشاشة اللي انا هرش بيه ما تتسدش اهو قوم جايبه كده يا ريت يعني ايه طبقتين كده يعني اي ونقوم حطينا كده واقوم جايب اي مصفة زي اللي احنا بنصف بيها تبل بتاع الشاي او الحلبة ايه ونقوم بقى مصفة قادي اللتر وبعد كده اللتر ده نقوم جايبين بقى مية مية عادية خالص اهو نشوف بس اللي اتنين اللتر فين او قادي حطينا اللتر او نوم بقى مكملين لاتنين اللتر دول مية عادية بقى ايه وصلت بقى الاتنين اللتر او خلاص كده بقى بقى جايز نرش بيه اهو نقوم بقى مية عادية بقى رشاشة ايه قفلناها بقى اهو نروح بقى الرش بقى نباتتنا اللي احنا عاوزينها خبطتين كده والرش بقى بقى شا اولو مرشين كده طبعا بصوا بقى ده معا انا زي ما قلتلكو دي طبعا دراسة وبحث اتاخد عليه رسالة الدكتوراه من جامعة تشريل للبحث العلمية في سوريا طبعا ده معمول من زمان يعني احنا متأخرين قوي ده معمول من 2009 بس ابقى البحث ده كمان اهل عشان برضو نبقوا مناء في النقل ان كمان الترمس لو اخدر وعوش الترمس لو اخدر ممكن كمان نستخدمها في الطربة نحرتها في الطربة او نفرمه ونحطه في الطربة وطبعا هيبقى ضامن ليا ان التربة دي هتبقى سليمة 100% فاشقة فات وفي نفس الوقت هتبقى غنية جدا 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 بالسماج العضل او يعني بالسماج لحيول وطبعا انا هسيبلوك يا جماعة البحث ده في السندوق بتاع الوصف او ملخص ملخص البحث ده هو اتنشر طبعا في مجلة كشرين للمحوث العلمية وحسيبلوك كمان ايه هي فواد الترمس مش للزرع بس للبلقدمين كمان وبس كده طيب وفيه طبعا ممكن انا مطحنش الترمس يعني يعني لو حضرتك او حضرتك مثلا بنعمل ترمس في البيت ممكن احنا طبعا بنسلقه الميا بتاعته دي ممكن اخدها واضيف برضو عليها وهيها سخنة كده برضو معلقة او معلقتين كركم على حسب طبعا الحق يعني نكمل ميا اللي عندي اعط معلقتين كركم او معلقتين كركم على معلقة ارفة وهتبقى هالدنيا سهلة وعشر على عشر ونصفيها ونرش بيها ولو عاوزاروا بيها لو لو عندي اصابة مثلا نماتودة او حاجة ممكن ارو بيها بس طبعا يا ريت يا جبعة يبقى الترمس الترمس المر مش الترمس الحلو يعني وطبعا في النهاية يا ريت طبعا نكون خفافة على قلبكو ويا ريت نكون يعني وصلنا معلومة بطريقة سهلة وبسيطة وحاجة في المتناول ويا ريت طبعا يا جماعة ما تنسوناش بدعموكو باللايك والشير وكل سلامة انتو طيبين ويا ريت طبعا لو حضرتك او حضرتك مش مشتركة في القناة يا ريت شرفونا بشترك في القناة ويا ريت طبعا نفعل زر الجرس عشان كل جديد يوصلوكو واهم طبعا من كل اللي فاد كله يا ريت طبعا دعوة لاخواتنا بغزة وفلسطين والسودان والعراق وسوريا وطبعا اليمن لان الدنيا انا مش عارف يعني انا يعني ندعى العرب كلهم يا رب بس كلنا نبا ايد واحدة وقبل ما نبا ايد واحدة ربنا بس يفرج الازمات دي والناس بس يعني تشم كده هو الحرية وكل سلاموا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة